السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إيقافات جديدة مواقف جديدة تونسية ودولية مش نحكيو عليها في هذا الفيديو الخبر يقول بأنه تم إيقاف عصاب الشيبي الأمين العام للحزب الجمهوري هذا ما أعلن الحزب الجمهوري في بيان له منذ قليل وقال بأنه هذا تنفيذا لتعليمات أنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكفحة الإرهاب وحسب ما نقلته إذاعة مزايك فإنه حسب معطيات أولية بلغت لها فإنه إيقاف عصاب الشيبي عنده علاقة بالأبحاث المتعلقة بشبهات التآمر على أمن الدولة اللي موقفين فيها أو فما سبعة أسماء على ذبة القضية ذي من بينهم نذكر أبرز الأسماء كامل طيف خيم التركي العاكرمي لازر العاكرمي وعبد الحميد جلس هذوما الأربعة ومعاهم توا عصاب الشيبي نحب أن نقول بأنه فما ردود فعل كبيرة وطنيا ودوليا خلنا نبدأ بالدولية ونرجع لكم بعد شوية للموقف الوطنية مديرة المكتب الإقليمي لشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية هيبا مرايف اعتبرت أن إيقاف الأشخاص بناء على ادعاءات غامضة بالتآمر يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية وقالت في بينا لها بأن الحملة الأخيرة من الإيقافات في تونس وصفتها بالمحاولة المتعمدة لسحق الانتقادات بما في ذلك انتقاد رئيس الجمهورية قيس سعيد وقالت بأن السلطات التونسية تصاعد جهودها لقمع المنتقدين البرزين والمعارضين المفترضين للرئيس باعتقالها ما لا يقل عن عشرة أشخاص في أسبوع من الاضطرابات السياسية مرايف ادعاءة رئيس الجمهورية في رسالة خاصة بقيس سعيد إلى إيقاف حاملته ضد المعارضين ذات الدوافع السياسية والتركيز بدلا من ذلك على إيجاد حلول حقيقية للمساعدة في تخفيف معاناة المتضررين بشدة من الاقتصاد التونسي المتداعي حسب نص البيان للإشارة فإنه رئيس الجمهورية في خطابة مؤخرا كان قال بأنه الموقفين ذوما إرهيبيين اتهمهم بالتأمر على أمن الدولة واتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي وزيدا كان قال بأنهم معناها اتهمهم بالتخطيط لغتيل رئيس الجمهورية قيس سعيد اتهمهم زيدا كيف كيف بتبديل هيئة الدولة وغير ذلك به كان شدد زيدا على أنه يتم احترام جميع الإجراءات القانونية في عملية الإيقاف وإلى غير ذلك به نحكي وزيدا على ردود فعل وطنية حزب العمال هبة بيين أكد فيه أنهم الضامن مع كل مناظر الاحتجاجات السياسية والاجتماعية عبر على إيذنته للتعاطي الأمن والقضاء مع هؤلاء المحتجين خاصة يقصد النشط السياسين والحقوقيين اللي تم استدعائهم مؤخرا كما عميد صحفيين كما نشط سياسيين وحقوقيين أخرين شو قال حزب اللي بيين قال تتلي دعوة عديد المعارضين من نشط السياسين للموثول أمام الفرق الأمنية المختلفة على خلفية أنشطة ومواقف سياسية مما أسمه هو وصفه الانقلاب وخياراته وسياسته وقال بأنه الاستنتقات شملت منصف الشريقي أمين عام الحزب الاشتراكي على خلفية تصريحة العالمية ترجع لـ 2019 أحكي على تلفيق تهم المهدي جلاسي ناقيب صحفيين خليل الزغيدي رئيس فرع بردو لرابطة حقوق الإنسان النشطة أسرار بن جبيرة نورس الدوزي وسيف العيدي وأربعين معلم في سيديو بوزيد دعاوهم زيدة للموثول أمام السلطة الأمنية لأنهم نظموا واقفة احتجاجية إيش يقول الحزب العمال؟ يقول بأن القمع السيوسي يتوسع بينما أوضاع الشعب الاقتصادية والاجتماعية تتدهور وملفات الفساد والصغل للنفوذ والاختيالة تغيرها من الملفات الحارقة لا تفتح وإنما يعني توظف لتمرير مشروع الاستبداد الذي سيشهد في الأيام القريبة تنصيب إحدى أدواته برلمان الدماء حسب تعبيره هو على فكرة البرلمان نهار 25 فيفري بشيعلن النتائج النهائية ومن بعد تم دعوة المجلس للإنعقاد في ظرف أسبوعين أو أكثر شوي أقل شوي نحب نقول زيدة بأنه لحظت وأنه منظمة العفو الدولية أمنستي في كل مرة وهذا مش البيان متاحها لول يعني في كل مرة يكون فما بيان مماثل للبيان هذي اليوم وفي كل ما يكون فما تحرك إلا وتعلق عليه به نحكيكم زيدة على بعض التصريحات الأخرى اللي جيت على خلفية الإقافة الأخيرة واستدعاء يعني عدد من النشطة من حركة النهضة ورجل الغنوشي بالأساس به فما موضوع قطيكم تنرجو عليه مرة أخرى اللي هو الاتصالات بين قطر وتونس وقطر قالت اللي هي مستعدة بش تساعد تونس وتقدم مساعدة مالية وكلمه رئيس الجمهورية كلم أمير دولة قطر وإلى غير ذلك اليوم كيف نسمع برشة تصريحات وتحاليل وقراءات يقولك بأنه قطر معناها هذا فقط تحب تدخل بوساطة تقدم مساعدة مالية وعندها الفلوس وتنجم تعطي الفلوس لتونس أكثر حتى من صندوق النقد الدولي ما هيش في حاجة ليه تونس تولي إما إنها يبعدوا على حركة النهضة الدولة والمحاكمات تيقف على حركة النهضة ورشد الغنوش تصريح لرياض الصداوي المحلل السياسي بجنيف رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية بجنيف يقول بأنه قطر أصلاً ما تحبش تتحل برشة ملفات كما ملف التسفير ويشير إلى أنه المخابرات القطرية متورطة في ملف التسفير وبالتالي ما تحبش هذا الملف يتحل اللي هو مسجون فيه علي العرية ذا اليوم زيت يقول بأنه قطر والأمير والعائلة معناها القطرية العائلة الحاكمة في قطر ما هيش متخونجي ما همش أخوين ولكن مكلفين يقول هو حسب تعبيره بتبع الحال يقول مكلفين من الأمريكين بأنهم يحميوا الإخوين فقط هما يحميوهم ويدعموهم مادياً فقط فيقول بأنه قطر المساعدة هذه مرتبطة بأنها تتنجم الدخو قادرة وعندها الفلوس أنها الدخو أموال كبيرة إلى تونس ولكن مقابل أنها تدخل بوساطة حبس الضرب على النهضة والغنوش هوني المشكلة وسؤال المطروح هل يقبل رئيس الجمهورية هالمساومة فلوس مقابل معناها تسويات سياسية تونس في وضعية اقتصادية صعبة وأموال تنجم تجي تحل برشا مشاكل زيد عليهم أنه في المقابل رئيس الجمهورية تعرفوا موقفه من السيادة من التدخل في شؤون الداخلية معناها لتونس رافض ورفض قطعي وقرارات كما هكا ره زيدت في شعبية رئيس الجمهورية شو بش يعمل في موقف لا يحب